مرحبا أهلا وسهلا تحية طربوية للجميع في الفيديو السابق تطرقنا إلى المتلة الديدكتيكي وقلنا بأن هناك مجموعة من العلاقات الديدكتيكية في هذا المتلة وبالتالي في هذا الفيديو سوف نتطرق بالتفصيل إلى العلاقات التي تربط بين أقطاب المتلة الديدكتيكي يعني التعريف النسقي للديدكتيك أدى من حيث تحليل ودراسة التفاعلات داخل نسق الوضعية التعليمية التعلمية والقائمة بين المكونات لفعل الديدكتيكي الثلاث إلى تحديث أقطاب ثلاثة لهذه التفاعلات لكن هناك القطب البيداغوجي القطب الإبيستيمولوجي والقطب السيكولوجي القطب البيداغوجي مرتبط بمعرفة القطب الإبيستيمولوجي مرتبط بتمثلات المتعلم حول هذه المعرفة والقطب السيكولوجي مرتبط بمتعلم هددته إذن هذه الأقطاب سوف نتطرق لها بطبيعة الحال إذن كما رأينا هناك علاقات ثلاث علاقات العلاقة الأولى فهي علاقة التعاقد الديداكتيكي أو الوكونترا ديداكتيك العلاقة الثانية هي علاقة النقل الديداكتيكي والعلاقة الثالثة هي علاقة التمثلات إذن هذه العلاقات في المثالة الديداكتيكي نجدها علاقة التعاقد الديداكتيكي بين المدرس والمتعلم وبين المدرس والمادة نجد علاقة النقل الديداكتيكي وبين المتعلم و المادة نجد علاقة التمثلات هذا ما يسمى أيضا هذه العلاقات تسمى بأقطاب القطب البيداغوجي القطب الابستيمولوجي سوف نتطرق لها بالتفصيل أولا علاقة التعاقد الديدوجتيكي علاقة التعاقد الديدوجتيكي هو القطب البيداغوجي هو مجموع القواعد و المواضعات و المواضع و الاتفاقات و المعايير التي تحدد بشكل صريح أو ضمن التزامات وأدوار كل من المدرس والمتعلم في جامعة القسم بصفة عامة في الحياة المدرسية وفي الأوضاع التعليمية التعلمية ومن هذه القواعد ما تفرده المؤسسة الاجتماعية والمنظومة التربوية وتتحكم في أنواع المعاملات القائمة في نظام التواصل والتبادل الرمزي بين شركاء الفعل التربوي والتعليمي ومنها ما ينشأ ويتشكل في حياة القسم والفصل الدراسي بناء على المشروع الديدكتيكي الذي يبنيه المدرس مع متعلميه لإنجاح التبادلات والتفاعلات الصفية إذن التعاقد الديدكتيكي هو مجموعة من القواعد التي تربط بين المتعلم والمدرس ومن أدوار والمهام الالتزامات المسندة إلى كل من المدرس والمتعلم والمنتظر القيام بها وإنجازها بهدف تحقيق التعلم واستعاب المعارف واكتساب المهارات إذن التعاقد الديدكتيكي هو التزام من طرف طرفين من طرف المتعلم ومن طرف المدرس بهدف ماذا؟ بهدف تحقيق التعلم واستعاب المعارف واكتساب المهارات والمواقع التي يحتلها كل طرف من أطراف لعلاقة في جماعات القسم في علاقتهم بالمادة وبالتزاماتهم وأدوارهم وتتحدد هذه المواقع انطلاقا من نظام العلاقات في القسم والذي يعكس منظومة القيام السائدة مثلا الديمقراطية أو الاستبداد الحرية أو التسلط العنف والإكراه الإشراك والإدماج أو الإقصاء والتهميش أي أن مجموعة العلاقات التي تربط بين المدرس والمتعلم فهي علاقة تعاقد ديزاكتيكي ويمكن أن تتسم بمجموعة من الصفات أيضا هناك فيما يتعلق بهذا التعاقد فكل مادة دراسية لديها تعاقد معين حيث ما تفرده المادة الدراسية أو أحد مكوناتها من شروط الإنجاز وتحديد المهام المطلوب إنجازها فالتعاقدات القائمة في تعلم اللغة هي نفسها القائمة في تعلم الفلسفة أو الرياضيات إذ يتقلص التعاقد العام إلى تعاقدات خاصة بإنجاز أنشطة تعليم وتعلم مادة من المواد بناء على خصائص معارفها وخصوصية معطياتها ومضامينها كما أن كل مادة أو مكون واحد من المادة قد يفرد تعاقدات أكثر تفصيلا وتدقيقا بل إن المكون الواحد من المادة الدراسية يطرح أكثر من تعاقد ففي درس الإنشاء والتعبير لمادة لغة العربية مثلا يمكننا أن نبني تعاقدات تختلف باختلاف أنشطة هذا الدرس فتعاقدات أنشطة الاكتساب هي مختلفة عن تعاقدات أنشطة تطبيق وأنشطة الإنتاج بل إن ما يميز هذه أنشطة هو تنوع تعاقداتها يعني عفوا تعاقداتها أي كل نشاط لديه تعاقد معين مثلا في الرياضيات إنجاز منحنة يتطلب مثلا تعاقد بين المدرس والمتعلمة مثلا إحضار ورق مليمتري وما إلى ذلك إذن كل هذه الأشياء الأدوات مثلا إحضار البركار إحضار مثلا أدوات الهندسة وما إلى ذلك فإنها تتطلب تعاقدا معينا بين المدرس والمتعلم أي كل النشاط قد نجد فيه تعاقد ولكن عموما هناك تعاقد المهم وأن هناك تعاقد ومشاركة المتعلم لأن هذا من التعاقد هو معرفة دور المتعلم وأن يعرف أيضا المدرس دوره في إطار عملية التعليمية التعلمية إذن يمكن أن نقول بأن التعاقد الديداكتيكي هو أشكال وأجزاء والإطارات المرجعية للتقويم قد تدخل أيضا في تحدد شروط التحقق من الوفاء بالالتزامات وأداء المهام والأدوار وتصحيح الوضعيات وإصلاح الخلل وتدليل الصعوبات إذن هذه بطبيعة الحال الأطر المرجعية والتوجيهات الطربوية أيضا لديها هدف وهو إصلاح الخلل وتدليل الصعوبات وتوجيه المدرس لكي تجعل من الفعل التعلمي ممكنا ونجحا وقابلا للتحقق من بلوغ أهدفه وغاياته إذن إلى هنا قد أنهينا علاقة التعاقد الديداكتيكي أو الوكونترا ديداكتيكي إذن التعاقد الديداكتيكي هو مجموعة من العلاقات التي تربط بين المدرس والمتعلم هذه العلاقات تكون بطبيعة الحال إما مدونة أو إما شفوية تختلف أساليب هذا التعاقد الديداكتيكي الهدف منه هو ماذا؟ هو إنجاح الفعل فعل التدريس أو إنجاح الفعل العملية التعليمية التعلمية كذلك هناك العلاقة الثانية وهي علاقة النقل الديداكتيكي إذن النقل الديداكتيكي ما هو النقل الديداكتيكي؟ هو مختلف عمليات الانتقاء والاختيار والتحويل والتفكيك وإعادة التركيب والتصنيف والتقسيم والتبويب الجزئية أو الكلية التي خضعت لها المادة المعرفية في منهاج أو برنامج دراسي وكل صياغ التفكير في المعارف وتحليلها بغرض جعلها قابلة للتعليم وميسرة للتعلم إذن النقل الديداكتيكي كذلك هو مجموع معايير الإدماج والتحين والتغيير والتكيف أركز أنا هنا على مصطلح التكيف لأن هناك تكيف لمعرفة عالمة إلى معرفة تبسيط وتطويع وتوجه المعارف والمهارات لكي تكون قابلة للتعلم لكي تلاقي مسين المتعلم هذا هو النقل الديداكتيكي كذلك يعني فيه ما هو مهاري وما هو حس حركي وما هو قيمي كل ذلك الهدف من النقل الديداكتيكي وإدراج محتويات وموضوعات دراسية منظمة فيه مدخلات وإجراءات وعمليات ومخراجات تكون مبسطة يعني تتماشى مع عمر المتعلم واستراتيجية تدخل المدرس كذلك عن نقل الديداكتيكي استراتيجية تدخل المدرس في بناء مادة تخصصه يعني هناك استراتيجيات في كيف سيتدخل المدرس في مادة تخصص بهدف إخضاع تلك المادة لمنطق الفصل الدراسي لمنطق الفصل يعني منطق القسم وجعل معطيات تلك المادة مسايرة لإيقاع التعلم ووضعياته يعني يجب بطبيعة الحال لأن هناك مثل انتقال من الجزء إلى الكل أو من الكل إلى الجزء إذن المدرس يجب أن يساير يعني الانطلاق دائما من المبسط إلى المعقد يعني كلها من أهداف بناء وتنظيم أو أهداف النقل الديداكتيكي كذلك إذا أردنا أن نرى النقل الديداكتيكي للمعارف فبطبيعة الحال هناك المعرفة العالمة أو المعرفة بطبيعة الحال يعني هناك المعرفة العالمة التي يتخصص فيها الأستاذ مثلا أستاذ مثلا لغة العربية يكون تخصص في تخصص لغة العربية أستاذ علوم الحياة يكون متخصص في علوم الحياة أستاذ الجيولوجيا يكون متخصص في الجيولوجيا أستاذ الرياضيات وبالتالي فهناك معرفة وهذه المعرفة تكون في الكتب وفي المراجع العلمية وهي معرفة بطبيعة الحالة عالمة نقول بأنها عالمة لأنها تتواجد في المراجع العلمية وفي الأكاديميات هذه المعرفة يعني يتم تحديد في البداية يتم تحديد إطار أو حدود يعني دليمت لهذه المعرفة يحددها المنهاج أو المناهج والتوجيهات الطربوية والكتب المدرسية تحدد إطاراً لهذه المعرفة أي هنا بالمعرفة العالمة يحاول المنهاج أن يقلص منها ويحدد فقط أن يضع لها حدوداً ثم بعد المنهاج تأتي أنشطة التعلم وأنشطة التعليم من داخل يعني بعد أن حدد المنهاج تلك الحدود تأتي أنشطة التعلم لكي يعني تضع الأصبع على ما يريد ما الهدف من التدريس أو بالضبط على المحتوى أو المقرر أو النشاط التعلمي إذن المحتويات وأنشطة التعلم هذه المحتويات هي التي سوف يتم تدريسها وفق منهجية معينة وفق ديدكتيكت بطبيعة الحال معين إذن لتصبح بالهدف في النهاية معرفة متعلمة يعني قابلة للتعلم أي معرفة ينجزها التلاميذ والمتعلمين ويستطمرونها في وضعيات تواصلية وتبادلية وأنشطة تعلمية إذن هذا هو النقل الديدكتيكي بكل خلاصة هو الانتقال من معرفة عالمة كبيرة إلى معرفة متعلمة أما العلاقة الأخيرة التي سوف ننهي بها هذا الفيديو والتي سننهي بها الديدكتيك هي علاقة التمثلات إذن في المتالة الديدكتيكي هناك علاقة التمثل بين المتعلم وبين المعرفة إذن العلاقة التي تجمع المتعلم بالمعرفة أو بالمادة المدرسة فهي علاقة التمثل فالمتعلم في وضعية تعليمية تعلمية ليس آلة ناسخة وليس وعاء فارغا أي أن المتعلم التلميذ لديه مجموعة من المعارف السابقة لديه مجموعة من التمثلات وبالتالي فهو مجموعة استعدادات ومؤهلات نفسية وعقلية ووجدانية والجسمية ومجموعة مقتسبات قبلية يتم منطلاقا منها استدماج واستيعاب المعارف الجديدة أما المادة المعرفية فهي الوضعية فهي يجب أن تكون بطبيعة الحال في النقل يجب أن تكون جاهزة ومغلفة ومنتهية وهذه الوضعيات بطبيعة الحال هي وضعيات تتلائم مع المتعلم ويستطيع أن يشتغل عليها من أجل بناء وتشكيل وتكوين حاصيلة معرفية معينة يعني تتمركز حول هذا المتعلم وأنها تبني لديه مهارات وتبني لديه تأويلات وتبني لديه قيم وتبني لديه كذلك مواقف والتمثلات يمكن أن نقول بأن نشاط التعليم والتعلم ليس مجرد عمليات شحن وملء ودفع للاستهلاك يعني ليس فقط التلقين وإنما هو عمليات تلقين وبناء وإدماج وتفاعل وإنتاج وإعطاء مواقف وإبداء آراء وتشارك الدات المتعلمة في تحقيق التعلم كما أن اكتساب المعارف والمهارات والقيام لا يتم بالمراكمة وبالإضافة أو بالانتقال من الجهل إلى العلم ومن اللامعرفة إلى المعرفة وإنما بالانتقال من تمثل إلى آخر بحيث المتعلم لديه تمثل في دماغه هذا التمثل إذا لم يتم حصر ذلك التمثل وتصححه فرغم أن عندما نعطي للمتعلم رغم أن ندقم بحشوه بمعلومات فإنه سوف دائما يتماشى مع تمثله لأن التمثلات أكثر بناء في دماغه لذلك يجب خلخلة تلك التمثلات ووضع تمثلات صحيحة جديدة ووضع معارف صحيحة في مكان هذه التمثل لذلك فالتمثلات تشكل قاعدة انطلاق البحث الديدكتيكي في كيفية حدوث التعلم واكتساب المعارف والمهارات والمفاهيم ومجالا لتحليل الأخطاء والتعطرات والصعوبات التي تواجه التلاميذ في تحصيلهم التراسي ومعرفة مصادرها وطبيعتها وطرق معالجتها وكذا معالجة التفاوتات الحاصلة بينهم في الفهم والإدراك وبناء تعلمتهم هو من الصعب جدا تحديد التمثلات ولكن إذا تم تحديد التمثلات عند المتعلمين فإن تصحيحها بطبيعة الحال سيكون وفق أنشطة تعلمية بطبيعة الحال سوف يكون لديه هدف أساسي في تحقيق التعلم أو غاية أسمى في تحقيق التعلم إذن التمثلات يجب التركيز عليها في الدرس ويجب دائما الإنصات إلى المتعلمين لكي يبدو معارفهم الأولية قبل أن يتم حشوهم بتلك المعارف وإنما الهدف هنا ليس هو الحشو وإنما الهدف هو بناء مواقف وبناء معارف جديدة إذن كخلاصة أو كاستنتاج لكل ما تم التطرق لليه فإنه التمثلات يمكن تحديد التمثلات من حيث علاقة الدات المتعلمة بالمعرفة المرار تعليمها في العمليات والسيرورات الأدية فسيرورات التعلم أو السيرورات الإدماجية التي يتم عبرها فهم وتفسير وتأويل المعارف من قبل المتعلمين تتدخل فيها الكيفية التي يستقبل بها المتعلم المعرفة المدرسية البنيات النفسية والدهنية التي يستعب بها المتعلم المعارف والمفاهيم والمهارات وكذلك ما أدركه المتعلمون من المعرفة أو ما فهموه حسب إيقاع تعلمهم ومؤهلاتهم وقدرتهم بكل ما يحمله هذا الفهم والإدراك من غموط أو تحريف أو تحويل وكذلك سيرورات التعلم تتدخل فيها التفاعلات الحاصلة بين مكتسبات المتعلم القبلية والوضعيات التعلمية الجديدة إلى هنا نكون وقد أنهينا كل ما له بطبيعة الحال الديداكتيك أشكركم على حسن المتابعة وشكرا